السلام عليكم ورحمة الله وبركاته احدى الهجمات الارهابية على الجيش بشمال سيناء القت قوات امن قنة بالتنسيق مع جهاز الامن الوطني القبض على اثنين من المتهمين في قضية تفجير الكنيسة المرقصية بالاسكندرية اعلنت مديرية الشؤون الصحية بالاسكندرية عن خروج 23 حالة من مصابي حادث التفجير الارهابي بكنيسة المرقصية من المستشفى الرئيسي الجامعي بعد تماثلها للشفاء من بين 25 كان قد تم حجزها يوم الحادث الارهابي نفت السيدة ايمان محمود شقيقة المتهم بتفجير الكنيسة المرقصية بالاسكندرية علي محمود محمد حسن ان يكون قد شارك في اي عمليات ارهابية واضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج اخر النهار انها فوجئت بانتشار صوره واسمه على وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بالرغم من انه لم يخرج من مقر اقامته برأس غارب منذ اربعة اشهر حيث كان يجري عملية القلب المفتوح بالقاهرة وذلك عقب جلطة بالقلب واكدت ان شقيقها هو من سلم نفسه الى الجهات المعنية لانه لم يرتكب اي عمال ارهاب تقدم النائب احمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور وعضو نواب عن دائرة برج العرب والعامرية ببيان عاجل للرئيس البرلمان لتشكيل لجنة لاعارة تقييم مشروع تنمية شمال سيناء في منطقة بئر العبد من خلال دراسات مسحية وتقنين اوضاعها في اطار التواصل مع الجماهير وبناء على دعوة اهالي قرية الوكيل قام اليوم نائب حزب النور بابو حمص دكتور محمود رشاد حبيب بزيارة عزب الوكيل بعد بدء اعمال الرصف في طريق عزب الوكيل الغربي والتي تمت بناء على طلب مسبق تقدم به النائبان احمد العرجاوي ومحمود رشاد نائب الحزب عن دائرة ابو حمص للمسؤولين لسرعة اتمام رصف هذا الطريق الخدمي الحيوي الذي يربط العديد من القرى والعزب اعلن البيت الابيض امس الخميس ان الولايات المتحدة الامريكية اسقطت اكبر قنبلة غير نووية في التاريخ ضد تنظيم داعش في افغانستان والتي تسمى ام القنابل وتزن قرابة عشر اطنان متفجرات انفجرت عبوة الناسفة اليوم الجمعة مستهدفة منطقة المدائن جنوب شرقي العاصمة العراقية بغداد ما اسفر عن سقوط اربعة اشخاص بين قتيل وجريح لقد شابة اسرائيلية مصرعها ظهر اليوم واصيبت اخرى بجروح طفيفة بعملية طعن في القدس المحتلة فيما قامت الشرطة الاسرائيلية باعتقال المنفذ اوصى امام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي المسلمين بتقوى الله حق تقاطه والاعتصام بحبل الله وعدم التفرق اعلن 828 رجلا وامرأة من 13 جنسية اسلامهم خلال النصف الاول من العام الهجري الحالي حسب ما اثر المكتب التعاوني للدعوة والارشاد وتوعية الجاليات بشمال الرياض في السعودية كشف قيادي رافضي ان الدولة الايرانية تمول بطرق غير مباشرة بعد شخصيات بالسلاح والمال لتفجير انفسهم في الاعمال الارهابية المعروفة باسم العمليات الانتحارية قال الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر ان الاسلام هو دين السلام بامتياز حيث يمتزج فيه الانسان المسلم بمعنى السلام امتزاجا عجيبا سواء في العبادات او في السلوك او في المعاملات وهو ما تفرد به القرآن الكريم عن سائل الكتب السماوية فالمسلم مطلوب منه شرعا ودينا ان يكرر السلام اكثر من مرة في اليوم من خلال تشهده في صلاته ثم يختتم صلاته بالسلام الذي هو فرض للخروج منها كما ان تحية الانسان لاخيه الانسان هي السلام التي تتكرر على مدار 24 ساعة وهو كذلك تحية اهل الجنة والسلام هو اسم من اسماء الله الحسنى استنكر الشيخ محمد زكي الامين عام للجنة الدعوة الاسلامية خطيب الجامع الازهر ان يكون الازهر هو مصدر شر لمصر حتى يصب عليه الاتهام صبا متسائلا كيف يكون الازهر مصدر خير للدنيا كلها من خلال علمائه الربانيين ثم يكون مصدر شر لمصر مؤكدا ان الازهر هو حامل لواء الوسطية والمعبر عن ضمير الامة ولا يتقاعص عن اداء دوره ورسالته بل يعمل ليل نهار وبكل امكاناته المتواضعة لرفعة الامة وخدمة الدين قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ان مقاصد الشريعة الاسلامية التي منها حفظ النفس غائبة عندهم فهم يقتلون بدم بارد رغم ان كل الملل والديانات السماوية جاءت لحفظ النفس وانه لا يجرؤ احد ان يهدر حق انسان في الحياة الا تحت مظلة القضاء او في حالة الحرب والدفاع عن النفس اعلنت وزارة الاوقاف عن فتح باب التقدم للعمل خطيب مكافأة لجميع خريجي الازهر الشريف العاملين بالجامعة او المعاهد الازهرية او معاهد القراءات وعلى الرغبين في التقدم التسجيل عبر ملء نموذج بموقع الوزارة علما بان اخر موعد للتقدم هو الخميس 20 ابريل 2017 ميلادية صرح القنصل العام حازم رمضان قنصل عام مصر في جدة بان القنصلية العامة نجحت في انهاء الخلاف بين الكفيل السعودي وحل مشكلة ست صيادين مصريين من منطقة البرولوس بكفر الشيخ مع كفيلهم بالمملكة العربية السعودية من جانب اخر صرح السفير ياسر هاشم سفير مصر في اريتريا بان وفدا من الشركة الوطنية للثروة السمكية والاحياء المائية برئاسة اللواء حمدي بدين قام بزيارة الى دولة اريتريا مؤخرا تنفيذا لبروتوكول التعاون في مجال الثروة السمكية الذي تم توقيعه بين البلدين بالقاهرة في الثالث والعشرين من مارس 2017 برأى مطر القاهرة الدولية اليوم الجمعة في استقبال اول افواج المعتمرين العائدين من الاراضي المقدسة بعد اداء العمرة صدر اليوم العدد التاسع بعد المئة من مجلة النبع الصافي الالكترونية ويمكن تحميل نسخة PDF او EXE من صفحة المجلة على الموقع تقرؤون اليوم على موقع ايان السلفي ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق كتبه ياسر برهامي استراتيجية داعش بين قتل الدكتور مصطفى عبد الرحمن رحمه الله وقتل الاقباط كتبه غريب ابو الحسن انتهت نشرة الاخبار من موقعي انا السلفي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة